موجز من العربية لأبرز التطورات أهلا بكم مصدر أمن أردني يكشف عن هوية سائق الشاحنة منفذ إطلاق النار عند جسر الملك حسين الحدودي بين الضفة الغربية والأردن ويدعى ماهر الجازي وإسرائيل تقرر إغلاق المعابر مع الأردن نتنياهو يتواعد حزب الله ويصفه بالذراع القوي لإيران ويقول إنه لا يوجد احتمال لاستمرار الوضع الحالي في الشمال على الحدود مع لبنان ويضيف أنه لو لم تتحرك إسرائيل على مدار السنوات الماضية لكانت إيران قد امتلكت أسلحة نووية على حد تعبيره استطلاع لصحيفة نيويورك تايمز يكشف عن تقدم المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بنقطة على نظيرته الديمقراطية كاملة هارس على مستوى الولايات المتحدة والمرشحان يتعدلان في الولايات المتأرجحة وفي مقابلة خاصة مع العربية وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي يؤكد أن الليجان العسكرية العليا العراقية والأمريكية اتفقت على انسحاب القوات الأمريكية من العراق خلال عامين ويشدد على أنه من مصلحة العراق لابتعاد عن أي محور في الصراع الدائر في المنطقة إعلام باكستاني يؤكد إصابة خمسة من الحرس الحدود الباكستاني إثر الشباكات مع قوات طالبان بسبب بناء نقطة تفتيش الهند تعلن تسجيل أول إصابة بجدر القرداء لدى مسافر قادم من دولة تشهد تفشيا للمرض اشتركوا في القناة